مرة أخرى تتحول باحات الأقصى إلى ساحة معركة لتؤكد إصرار إسرائيل على تحويل الصراع إلى ديني مع قيام قوات الاحتلال بوضع أقفال حديدية على البوابة المؤدية إلى مبنى باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى وكانت إسرائيل قد أغلقته بوجه المسلمين منذ عام 2003 ومع قيام بعض الشبان الفلسطينيين بكسر الأقفال وأداء عشرات المصلين الصلوات أمامه أغلقت قوات الاحتلال جميع الأبواب المؤدية للحرم القدسي واعتدت على المصلين واعتقلت ثلاث سيدات وخمسة من المصلين وحراس الأقصى وطردت المصلين من باحات الحرم ليعود الهدوء إلى المكان في اليوم التالي مع إزالة إسرائيل للأقفال والسلاسل الحديدية عن باب الرحمة وخلال الأسبوع الماضي طردت سلطات الاحتلال عنوة عائلة أبو عصب من بيتها الكائن في عقبة الخالدية في حي القرمي داخل البلدة القديمة لتسلمه إلى جمعيات استيطانية تعمل منذ الثمانينيات على إخلاء البيوت في هذا الحي المجاور للحرم القدسي في حين تهدد أوامر الإخلاء أربعة عائلات فلسطينية أخرى على الأقل في نفس الحي وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر إسرائيلية بأن خطة أخرى رصد لها قرابة 200 مليون شكل تستهدف تطوير الحي اليهودي داخل البلدة القديمة وهو ما يعني استمرار تهويدها وإخفاء معالمها العربية الإسلامية تحت مسمى ترميم البيوت في حين تعمل سلطات الاحتلال على بناء مشاريع ضخمة في ساحة البراق تشتمل على كنيس ومتحف ومصعد سمية بمصعد حائط البراق لتثبيت يهودية المدينة لبرنامج القدس إمان جبور قناة الغد ترجمة نانسي قنقر